حدثناه شيم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن أسين عن يوسف بن ماهكا عن حكيم بن حزامين قال قلت يا رسول الله يأتني الرجل يسألني البيعة ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهكا يحدث عن حكيم بن حزامين قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيعة وليس عندي أفا أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن يوسف بن ماهكا عن حكيم بن حزامين قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيعه ما ليس عندي قال أيوب أو قال سلعة ليست عندي حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن حكيم بن حزامين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبينا رزق باركة بيعهما وإن كذب وكثم محق باركة بيعهما حثنا يحيى بن آدم عن شعب تحدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهكا عن حكيم بن حزامين قال قلت يا رسول الله يطلب مني المتاع وليس عندي أفا أبيعه له قال لا تبع ما ليس عندك حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام يعني الدستوائي حدثني يحيى بن أبي كثير عن رجل أن يوسف بن ماهكا أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزامين أخبره قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيعا فما يحل لي منها وما يحرم علي قال فإذا أشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه حدثنا محمد بن عبيد عن عمر بن عثمان عن موسى بن طلحة عن حكيم بن حزامين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير الصدقة عن ظهر غنى والياد العليا خير من اليد السفل وابدأ بمن تعول حتى نعبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزامين قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلتي رحمين هل فيها أجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة أن حكيم بن حزامين أخبره قال قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية فقال أسلمت على ما أسلفت والتحنث التعبد حثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا سعيد يعني ابن سليمان حدثنا عباد يعني ابن العوامي عن صفيانا بن حسين عن الزهري عن أيوبا بن بشير الأنصاري عن حكيم بن حزامين أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل قال على ذي الرحم الكاشيح حثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جند بن عن حكيم بن حزامين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال فألحفت فقال يا حكيم ما أكثر مسألتك يا حكيم وأن هذا المال خضرة حلوة وإنما هو مع ذلك أوسخ أيدي الناس ويد الله فوق يد الماط ويد الماط فوق يد الماط وأسفل الأيدي يد الماط حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن حكيم بن حزامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتم محقة بركة بيعهما حدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك أخبرنا ليث بن سعد حدثني عبيد الله بن المغيرة عن عراق بن مالك أن حكيم بن حزامين قال لا كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب رجل في الناس إلي في الجاهلية فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزامين الموسم وهو كفر فوجد حلة لذي يزن تباع فاشتراها بخمسين دينارا ليهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها هدية فأب قال عبيد الله حسبت أنه قال إن لا نقبل شيئا من المشركين ولكن أنشئت أخذناها بالثمن فأعطيته حين أبى علي الهدية حسنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحريث عن حكيم بن حزامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق قال وجدت في كتاب أبي الخيار ثلاث مرات فإن صدق وبين فعاسى أن يربح ربحا وإن كذبا وكثما محقت بركة بيعهما حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحريث عن حكيم بن حزامين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكثما محق بركة بيعهما حدثنا وكيع قال سمعت هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزامين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفل وابدأ بمن تعول من يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وابن جعفر قال حدثنا شعبة وعن قتادة قال ابن جعفر في حديثه قال سمعت أبا الخليل عن عبد الله بن الحريث عن حكيم بن حزامين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق قالا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكثما محقت بركة بيعهما وقال ابن جعفر محق حدثنا محمد بن جعفر عن مثله قال ما لم يتفرق حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء أن صفوان بن موهب أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزامين قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يأتني أو لم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام قال بلى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه قال عطاء وأخبرني أيضا عبد الله بن عصمة الجشمي أنه سمع حكيم بن حزامين يحدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم شكرا شكرا